أزمة اقتصادية عالمية مرتقبة وموجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم أثرها قرار موسكو بتعليق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود موسكو بررت قرارها عقب الهجوم الذي سهدف سفنا عسكرية ومدنية تابعة لإصولها في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم وهو تبرير نددت به أوكرانيا معتبرة إياه ذريعة كاذبة داعية إلى ممارسة الضغط على روسيا لتلتزم مجددا بواجباتها بمجب الاتفاق الذي تم إبرامو برعاية الأمم المتحدة وتركيا وكان الوحيد بين موسكو وكييب منذ بدء النزاع صحيفة وول ستريت جورنال عدت قرار روسيا ضربة كبيرة لصناعة الزراعة الأوكرانية المهمة عالميا والتي عادت إلى مستوى ما قبل الحرب بعد تزدير كييب أكثر من 9 ملايين طن من المنتجات الغذائية وفقا للأمم المتحدة خبراء الاقتصاد رأوا أن روسيا تستعمل سلاح الغذاء لفرض سيطرتها الاقتصادية واقتزاز الغرب سعيا منها لتعقيق مكاسب سياسية مؤكدين أن هناك ربطا ما بين القرار الروسي وفصل الشتاء الذي تزيد فيه الحاجة للطاقة والغذاء وسط توقعات بأن الأشهر المقبلة ستكون الأسوأ في تاريخ أوروبا في ظل تدعيات أزمتين الطاقة والغذاء على القارة العجوز وفق وكالتين فرانس بريس ورويترز ويفاقم القرار الروسي من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم وسط تغيرات مناخية تؤثر على الأمن الغذائي العالمي ما يزيد من التحديات الاقتصادية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط التي تعيش على وقع ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم والأسيام العراق الذي أنهكه الجفاف والتصحر وزيادة البطالة والفقر فقامها الفساد الحكومي وتحكم الأحزاب والميليشيات بمقدرات البلاد هي إذن أزمة غلاء ستعيشها المعمورة بأسرها تنظر بارتفاع أسعار الغذاء العالمي المرتفعة أصلا في وقت تعاني فيه غالبية الدول من تدعيات اقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر